بعودة أسعار النفط لطفرتها يهد اقتصاد الجزائري للخانة الخضراءة مع توقعات الحكومة بتسجيل أفضل أداء سداسي خلال النصف الثاني من السنة الجارية منذ سبعة عوام أداء يستند على تجاوز صادرات البلاد من المحروقات حاجز ستة ملايير دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة مقابل صادرات نفطية وغازية لم تتعدى ملياري ونصف مليار دولار على مدار العام الفارط مؤشرات إيجابية مدعومة بدخول البلاد عهدا تاريخيا في حجم صادراتها خارج المحروقات بتصدير نحو خمسة ملايير دولار من السلاع والمواد غير نفطية لأول مرة في تاريخ الجزائر بفعل ارتفاع قياسي في صادرات الحديد والصلب والإسمنت إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات النسيجية تحسن اقتصادي ملحوظ تبرره الحكومة الجزائرية بارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ سبع سنوات ببلوغ متوسط سعر الذهب الأسود اعتبت ثمانين دولارا للبرميل شهر أكتوبر الماضية مدعومة بزيادة تاريخية واقياسية في أسعار الغاز التي تمثل نحو ستين بالمئة من صادرات البلاد من المحروقات طفرة في أسعار الطاقة ترشح البلاد لتسجيل فائد تجاريا بنهاية السنة الجارية وذلك لأول مرة منذ سبع سنوات بالتزامن مع قيادة سياسية صارمة في ضبط الواردات التي تقلصت فاترتها بالنصف خلال عامين معطية من شأنها أن تمنح حكومة أيمن بن عبد الرحمن هامش تحرك أكبر في مواجهة مطالب تنموية متعاظمة وإعادة بعث الحركية الاستثمارية وتدوير حجلة الاقتصاد في مرحلة ما بعض الجايحة الصحية